الاسماعيلي حالته حالة حالته حالة خصارة أقيرة من برامز خصارة كبيرة بعد ما كان الاسماعيلي بدأ بدأ يشم نفسه بدأ يشم نفسه دايما كنا ننادي ان فين نجوم الاسماعيلي القدامى فين المسندة فين الدعم نهر ده نجوم الاسماعيلي القدامى حرصوا فعلا على مسند الفريق في المران مران الفريق الأول وراحوا التدريب والحضور كان حضور رائع وكبير نجوم كبيرة وتاريخية في الإسماعيلي أبرزهم طبعا كباتن يعني مصطفى درويش وعيد فرج وإسماعيل حفني وسامير مرعي وعلي غيت وإسماعيل توتو وخايد الأماش وعصام عبد العالي وبشير عبدالصمد وأشرف خضر وأيمن خليل وسعفان الصغير ونصر عبد الفتاح وأحمد عبده ومحمد حسيب دي كانت استجابة للمبادرة اللي تلعت في الإسماعيلية في الفترة الأخيرة في حب الدرويش حاجة محترمة حل إسماعيلي يزعل أكيد طبعا يزعل بس الدعم واجب على فكرة دعما بنقول دعم الإسماعيلي هنا ما بنجيش على حق الأندال أخر عشان برضو بصراحة ما أنا بدعم الإسماعيلي معنويا بندعم الإسماعيلي هذا النادي التاريخي في مصر بندعم الإسماعيلي عشان هو نادي تاريخي في مصر بس ما بنقولش أبدا إن إحنا عايزينه مثلا مثلا يعني ما يهبطش وفريق تاني هو اللي يهبط نزعل الإسماعيلي يهبط ونزعل لو الفريق تاني يهبط نزعل أي فريق قدم مستويات كبيرة وتاريخية في الكرة المصرية إنها تهبط نحب نشوفهم طول الوقت في الدوري نحب نشوف الإسماعيلي طبعا طول الوقت في الدوري إحنا مش بس نحب نشوف الإسماعيلي طول الوقت في الدوري إحنا نحب نشوف الإسماعيلي كما جرت العادة سالس الأهلي والزمالك ينافس على الكمة وعلى البطلات مش بس إحنا وصلنا لحالة زي أنا بقولك كده أنا أقولك أنا نفس الإسماعيلي كمل في الدوري لأ كلام ده ما كانش المفروض أصلا يحصل بس هي حكايات وقصص وتحدثنا عنها كثيرا الأهم دلوقتي إن أبناء الإسماعيلي فعلا يلتفون حول النادي بتاعهم حول النادي اللي إداهم نجومية حول النادي اللي كان له الفضل الكبير عليهم جميعا وبالتالي شيء محترم جدا من نجوم الإسماعيلي القدار